السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته ومرحبا بجميع إلى هذا الفقرى مع كتاب يلي ريكم بخواند طبعا نستأنف مع هذا العنوان كما رأينا في المسابق جو سامبلي نو سيبا سيفي فخوا سامبلي أنا ولا يعرف سيفي فخوا بأنالجوا بارد كنا قد بدأنا هذه الكلمات توقفنا عند كلمات سينك دوغاي سينك دوغاي خمس دراجات كما رأينا ثم ننتقل إلى العبرة الموالية ألي توغيرت إذن هي مفتوحة إذن ممكن أن كلمة أوغيرت تعني مفتوحة أو تعني منفتحة طبعا نتكلمون على الوغرب أوغير سالوغرب أوغير هذا فعل فتحة العكس ديال فرمي إذن ألي توغيرت هي مفتوحة إذن نأخذ أولا المعنى ديال منفتحة نقول مثلا ألي توغيرت هي مفتوحة إذن توقفنا الأسلام إذن يكمن فتيحة bunlar فتحة 참بار Punkt أن أغير سيئسيحة نحن نعني توقع أن هذا التعالم grace إذن كلمة أولتيغ ممكن أن أتعني individu qui refuse de prendre part à la politique إذن أتكلم عن شخص qui refuse الذي يرفض qui refuse الذي يرفض de prendre part de prendre part بأن يوشارك طبعا هذا العبارة هكذا prendre part المقصود بأن شراك نقول مثلا جو برم بار جو برم بار à la politique إذن أنا أشارك في السياسة إذن عندنا هنا individu qui refuse de prendre part à la politique إذن نتكلم عن شخص أنه يرفض أن يوشارك في السياسة إذن نقول عنه à la politique إذن نقول عن سيدة مثلا indépendante كما نقول أنا مستقيل إذن نتكلم عن l'indépendance يعني الاستقلال la fête de l'indépendance عيد الاستقلال إذن هنا indépendante كما نقول هنا elite indépendante à la politique ثم أنها ترفض السياسة أو التعاطي مع السياسة elite verta tus إذن هي منفاتحة على الكل إذن هي أولا مستقلة ثم أنها لا تتبع الحزب معين ولا تشارك في السياسة ثم elite verta tus ثم هي منفاتحة على الكل elite verta tus إذن هي منفاتحة على الكل ثم نأخذ مثال آخر أثناء في السياسة التي تفضل التي تفضل التي تفضل كل جهور أثناء فصل الصيف التي تفضل كل جهور التي تفضل التي تفضل كل جهور إذن هي مفتوحة كل أيام مثلا نتكلم عن информה أثناء أثناء فصل الصيف التي تفضل كل جهور إذن هي مفتوحة كل أيام إذن نتكلم مثلا عن سيدل مثلا كما قلنا إذن نقول أثناء فصل الصيف التي تفضل كل جهور إذن هي مفتوحة كل الأيام أو نقول مثلا في مثال آخر ميوس دوماندي سي ألتوفرت أفون ديالي إذن من الأحسن أن تسأل من الأحسن أن تسأل إن كانت مفتوحة أفون ديالي قبل أن تذهب إليها قبل أن تذهب إلى هذه الصيدة مثلا من الأحسن أن تتصل بشخص معين مثلا قريب منها ثم تسأل مثلا إن كانت هذه الصيدة لي مفتوحة أم لا حتى لا تقطع هذه المسافة ثم تجد مغلاقة فتعود بدون نتيجة إذن ميوس دوماندي من الأحسن أن تتسأل أو أن تطلب سي ألتوفرت سي ألتوفرت إن كانت هي مفتوحة أفون ديالي قبل الدهاب إليها ميوس دوماندي سي ألتوفرت سي ألتوفرت أفون ديالي ثم ننتقل الكلم الموالية إلشانت هم يغنون إلشانت هم يغنون نقول متلا كون تلية دي فنراي كون تلية دي فنراي إلشانت توت لنوي كون تلية دي فنراي إلشانت توت لنوي عندما تكون هناك جنازة أو مأتم إلشانت توت لنوي هم يغنون هم يغنون كل الليل المقصود في هذا الكلام عندما تكون طبعا هناك بعض الشعوب أن تحيي ليلة الميت مثلا ببعض الأنشيد والترانيم المتعلقة بالديانة معينة كون تيليا دي فنراي إذن عندما يكون هناك مأتم عندما تكون هناك جنازة عندما يكون هناك شخص ميت عندما يموت شخص ما إلشانت إذن هم يغنون نتكلم مثلا عن عائلة هذا الشخص إلشانت هم يغنون توت لنوي كل الليل طبعا كلمة لنوي الليل كلمة مؤنة في اللغة الفرنسية إذن نقولون توت لنوي كل الليل ثم بورفنير إلشانت النيم بورفنير إلشانت النيم طبعا كلمة إمن نقصد بها ترنيمة نقصد بها ترنيمة من الترانيم كالتي ذكرنا في الجملة السابقة إذن نتكلم عن الناشيد دينية بموسيقى معينة إذن نتكلم عن النيم طبعا أحيانا نتكلم عن النيم ناسيونال النيم ناسيونال إذن نتكلم عن ناشيد وطني نيم ناسيونال الناشيد الوطني إذن من أجل الإنهاء المقصود هنا وعند الخاتمة المقصود هنا كما نقول وآخرا إذن من أجل النهاية أو كما نقول عند النهاية إذن هم يغنون ناشيدا مثلا أو يغنون ترنيمة من الترانيم ثم ننتقل إلى الكلمة الموالية لها كومبيا كلمة كومبيا؟ طبعا كلمة كومبيا ممكن أن تأتي في عدة سياقات إذن نقتصر إلى الكلمة الموالية روغادي كومبيا إلسان بخي أسو ساكرفيه بور لور ترزور إذن روغادي كومبيا إلسان بخي أسو ساكرفيه بور لور ترزور إذن روغادي أندورو كومبيا إلسان بخي كم هم جاهزون انظرو كم هم جاهزون أسساكريفي بأن يضحوا بأنفسهم طبعا نتكلم هنا على الورب سساكريفي سساكريفي إذا ضحى بنفسي ممكن نتكلم على الورب ساكريفي أنك تضحي بشيء معين إذن هنا روغادي كم بيالسان بخي انظرو كم هم مستعدون أساكريفي بأن يضحوا بأنفسهم كم نقول بأن يضحوا بأنفسهم بأنفسهم من أجلي كنزيم إذن هناك كم هم مستعدون لتدحية من أجلي الكنز من أجلي الكنز اللي ديرو دولهم إذن روغادي كم بيالسان بخي ساكريفي بأنفسهم بأنفسهم نقول أيضا إليهم 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 كم بيالسان كم بيالسان كم بيالسان سان سميز أسي بحاتيك إذن إل دومان هو يطلب هو يتسأل كم بيالسان كم من شخصين سان سميز هم كم نقول خاضعون أسي بحاتيك لهذه المعاملات لهذه المعاملات لهذه الأفعال إلى غير ذلك هو يطلب كم من شخصين يتعرضون لهذه الممارسات إليهم كم بيالسان سان سميز أسي بحاتيك إذن هو يطلب أو يسأل كم من شخصين هم يتعرضون لهذه الممارسات إحنا نتكلم عن أنك تمارس عملا معينا فعلا معينا أو عملا معينا إذن نتكلم عن ذلة بحاتيك إذن بمعناء آخر نتكلم على الأفعال نقول مثلا La quantité de remplisage peut-être ajuster كم بيا Vous voulez Agusté كم بيا vous voulez كم بيا Vous voulez إذن La quantité de remplisage طبعا نتكلم عن كلمة remplisage عندها علاقة بفعل remplir لوفرب remplir فعل ملأة إذا لا كنت يتدو remplisage إذا نتكلم عن كمية الملأ كمية الملأ طبعا هنا نتكلم على كلمة remplisage ممكن أننا نتحدث عن شيء نملأه مثلا نتكلم عن قنينا نملأه مثلا بالماء وممكن نتكلم عن ألوان نتكلم أحيانا عن بعض الرسومات نملأها ببعض الألوان إذا ممكن نتكلم عن بعض الرسومات مثلا نملأها ببعض الألوان إلى غير ذلك لكونتي تدو remplisage إذا نتكلم عن قدر الملأ يعني إش حال بغي تعمر بمن آخر إذا لكونتي تدو remplisage إذا المقدار دي الملأ يمكن أن يكون يمكن أن يكون معدلا يعني أننا تنزيد أو نقص فيه هذا الملأ كم أنتم تريدون يعني حسب ما تريدون إذا نحن ممكن أننا نملأ لكم المقدار الذي تريدون حسب ما تريدون أنتم إذا لكونتي تدو ممكن أن تعدل كم أنتم تريدون المقصود حسب ما تريدون ثم ننتقل إلى كلمة لو سولا يبري لو سولاي بري إذا أشمسو تستع طبقنا نحن贏 لوفر بري نحن贏 لوفر بري هذا في علماء أو ستع لو سولاي بري أشمسو تستع كما نقول كما نقول رغمات الحرارات نقصدنا رغمات داراجات الحرارة التي هي شيء أنمى باردة رغم درجات حرارة شيء أنمى باردة رغم هذا الشمس تستع إذن مع هذه البرودة مع هذا الجو البارد من المفترض أن تكون هناك أمطار وغيوم لكن رغم هذا نحن نرى الشمس تستع إذن رغم مزارة الحظ يبرح وثمثل يحفر أن أبداً دربائهم عندما أبداً دربائهم يحفر أن أبداً دربائهم ما يوسبوا لا تتريدونها لن يكون هناك أمطار وغيوم أمطار أن أبداً دربائهم ن咨فل دربائهم أن أبداً دربائهم طبعا اللي هو افضل 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 صوراً في الدل عندما الشمس تستعر عندما تكون هناك الشمس ساطعة في الحالة افضل ان اخذ صوراً في الدل عندما يرمك ثم يتوقق 50 مكان فى الدل عندما يرى النام naprawdę تقوم بانه عندما يرى الحالة ثم لدينا كلمات لتكلم عن الحقول بشكل مباشر نتكلم عن الحقول الأرضية حقول القمح حقول الدراء حقول الأرض إذا نتكلم عن قطاع أرضية إذا نتكلم عن حقول إذا نقول مثلا les bois et les champs sont pleins de pistes cyclables compliquées إذا طبعا كلمات bois يمكن أن تكلم عن حقول إذا نتكلم عن الحقول كما نقول حلم ولكن كلمة لبو هنا المقصود بالغابة إذن الغابة ثم الحقول إذن نتكلم على الأرض المزروعة بالأشجار التي نسميها الغابة إذن هذه الأرض المزروعة بالأشجار ثم الحقول ممكن نتكلم عن حقول القمح مثلا أو مغروسات أخرى مثلا إذن نتكلم عن حقول الغابات ثم الحقول simple de piste cyclable compliqué إذن هذه الأراضي سواء تحدثنا عن الغابات أو تحدثنا عن العقول simple أنها مليئة simple أنها مليئة de piste cyclable إذن هي مليئة بطرق cyclable خاصة بالدراجات معقدة المقصود أنها متداخلة هناك حقول وهناك غابات نجد بها عدة طرق ملتوية ومتداخلة إذن نتكلم عن de piste cyclable complicated إذن نتكلم عن طرق خاصة بالدراجات complicated معقدة طبعا كلمة cyclable المقصود بها aminagé pour la bicyclette كما قلنا نتكلم عن piste cyclable de piste aminagé pour la bicyclette إذن نتكلم عن طرق كما نقول مهيئة أو معدلة أو منظمة أو مخصصة كما نقول aminagé pour la bicyclette أنها مهيئة للدراجات piste cyclable نتكلم عن بعض الطرق مثلا توجد بجانب الطرق الرئيسية والمخصصة فقط للدراجات إذن نتكلم في هذه الحالة عن piste cyclable إذن كما قلنا les bois et les champs sont plein de bicyclette compliqués طبعا كلمة champ ممكن أن تعني الأراضي التي ذكرنا وممكن أن تعني حيز معين من واتيقة أو من ورقة معينة إذن ممكن نتكلم عن les champs نقول مثلا سبيسيفي أضع لدراجات سبيسيفي طبعا هنا تتكلم على لدراجات سبيسيفي فعل كما نقول حدد سبيسيفي حدد سبيسيفي حدد إذن حدد المناطق من الواتيقة أضع لدراجات كما نقول للتضمين في النتائج نريد الوصول إلى نتيجة معينة نريد أن نعسب نتيجة أنا لا أعرف مثلا ما هي الأسطر التي سأدخلها في هذه النتيجة إذن أقول مثلا لشخص ما أقول مثلا إذن حدد لي الأماكن من هذه الوراقة أو من هذه الوراقة حتى أضمنها لكي أضمنها في النتائج إذن أرني ماذا سأدخل في هذه النتائج حتى أحسب المعطيات مثلا ستقولي من هذه المنطقة إلى هذه المنطقة من هذه الوراقة إذن ستحسب كل هذا إذن طبعا أنا سأخد هات لشخص إذن سأخد هات المنطقة المعينة مثلا من هذه الوراقة إذن ستحدد المنطقة المعينة من الوراقة سأخدها لأدخلات نتائج ماذا سأخدها من الوراقة نقول ثم أضغس أضغس المقصود به عنوان المقصود هنا عليكم من فضلكم املأ المناطق المتعلقة بالعنوان إذن نتكلم عن واتقة مثلا واتقة معينة وفيها مثلا مكان معين خاص بالعنوان ثم ما يتعلق بالعنوان مثلا إذن نقول املأ المناطق المتعلقة بالعنوان ثم أجيبه عن الأسئلة التالية المطلوبون أنك تملأ المناطق المتعلقة بالعنوان ثم عليكم ثم عليك أن تجيب عن الأسئلة الموالية ويجبه عن المناطق المتعلقة بالعنوان ثم عندنا كلمة دي بانطوفل طبعا نتكلمه بدا مرات على البانطوفات دي بانطوفل إذن نتكلم عن نوع من النعال اللي باس خاص بالرجل إن سعتبر إذن نقول مثلا الصنفورني أنها معطاة أو ممنوحة إن سعتبر إذن نتكلم هنا عن من أجل راحتكم مثلا في فندق من الفنادق تدخله يعطونك مثلا دي بانوار ثم دي بانطوفل صنفورني إذن من أجل راحتكم بوضر كنفور دي بانوار ثم دي بانطوفل صنفورني هناك أردية خاصة بالحمام ثم هناك نعال نوع من النعال يسمى بانطوفل صنفورني أنها معطات أنها مهدات أنها ممنوحة إذن بوضع كنفور دي بانوار دي بانطوفل سان فورني أن تمنح للزبائن تهدى للزبائن إذن تكلمون على الأغلب فورنير في المناحة نقول مثلا أم بانوار أم بانوار إي دي بانطوفل و سرون رمي إذن أم بانوار هناك رداء تماماد إي دي بانطوفل ثم هناك نعال ستعطاكم أو تملك لكم إن صح التعبير إذن نتكلمون على طبعا لو عدت معاني منها هذا المعنى الذي عندنا هنا كما لنقول هنا أيضا الناس ستمنح لكم إذن نقولون الناس ستعطاكم أو ستملك لكم طبعا الفقرات القادمة إن شاء الله سنستكمل معا هذا النص إلى ذلكم الحين حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر